خذي على سبيل المثال ده كتاب اسمه الفقه على مذهب الأربعة ده من سوابة الأمة عشان الزعلانين قوي على سوابة الأمة شوفي سوابة الأمة بتقول إيه ده بيدرس في الأزهر في الجامعة الحنفية قالوا لو تزوج رجل بامرأة وغاب عنها سنتين فآتاها خبر وفاته فاعتدت منه ثم تزوجت وقتت بأولاد من الزوج الثاني بأولاد مش بولدين ولا بولد واحد أولاد يعني عاشت مع بتاع 7-8 سنين جابت من الثاني أولاد خلاص بعد ما قالوا لها النومات ثم قدم الأول فجأة رح ظهر الأولاني يحصل إيه بقى يا أبو حنيفة يا إمام يا عظيم أو يا أئمة يا أئمة عظام عشان إحنا لما بنفهم شيء والناس إيه اللي بتفهم فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني عشان الأحسن تكون فهم أن الأولاني غلط لا خذي إنه يلحقون بالأول وينتفون من الثاني وتطلق من الثاني وترجع للأول يعني المسألة إنه لازم إحنا نبقى متأمرين لازم إحنا نبقى متأمرين لازم إحنا نبقى بنفهمش لازم إحنا نبقى جهلة لازم إحنا نبقى مش متخصصين إنه هم متخصصين يفهموا كفت الأزرق اللي بتاعتهم أعلى شوية بيقولوا دي أرأة شزة وإحنا بنخدش بالشز فأنا قلت لهم طب بما إن دي أرأة شزة إزاي تسموا صاحب الرأي الشزة إنه إمام كيف يكون اللي بيقول لكم الشزوز اللي بيقول لك إن المرأة لا يجوز الفقه الفقه المذاب الأربعة الفقه الشفع والملكي وابن حنبالي وابو حنيفة بيقولوا ليس على الزوج نافقة لزوجته المريضة لأجر طبيب ولا ولا نفق الدواء ليه عارفة ليه ليه لأنه تزوجها لمتعته فما هي المتعة في امرأة مريضة لأنه عندهم المتعة كده هو الزواج متعة فما هي المتعة في امرأة مريضة إذا ما يصرفش عليها مش كده بس الملكية والحنبلة قالوا ولا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة لأنه خلاص ماتت بقى يرميها للزبال ومش كده بس ده له أن يضاجعها مضاجعة ودع يضاجع جسدها مضاجعة ودع لا 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 ده تم نافيه يا سياد المستشار سانية واحدة حضرتك النافي والإثبات ما يبقاش مكتوب في كتب النافي مش مكتوب في كتب والإثبات موجود في كتب يعني على سبيل المستشارة على سبيل المستشارة على سبيل المستشارة سهلا يعني مثلا على سبيل المستشارة مش الإسلام أكرم المرأة؟ طبعا هي دي فيها كلام طيب الإسلام أكرم مرأة وهي نقصة عقل ودين؟ الإسلام أكرم المرأة وأكثر لا أسواها وسوا ما بين الرجل والمرأة والقرآن بيقول كده واللي حضرتك بتقوله ده يعني منافي تماما لصورة الطلاق مثلا يعني إحنا بنتكلم في إيه؟ لا لو أصلا لو أصلا مشاء القرآن ما إحنا ورنا في أول الحلقة إنه المفروض إن إحنا نعود لإسلام القرآن قرآن والصلا هذا القرآن وأي سنة مخالفة للقرآن لا يعتد به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخالف القرآن أبدا الأصنام أنت كنت بتكلمي دواتي على الأصنام حضرتك في أول الحلقة الأصنام كانت زمان بلت أوت دلوقتي بلتين لو تكلمنا النهاردة عن البخاري أبصة لاقي ألف مليون واحد ما أراش البخاري بيدفع البخاري بيشهد شهادة زور لصحيح البخاري بأنه صحيح دون أن يقرأه أنا عندي سؤال واحد الهم الإسلامية كلها بتشهد للبخاري زورا بأنه صحيح وهم لم يقرأوا البخاري لو قرأوا البخاري لعالموا أن البخاري قال أن المعوازتين ليست من القرآن ولعالموا أن البخاري قال أن القرآن اللي عندنا اللي معانا ده في معزة كالت صحيح البخاري؟ أيوة صحيح البخاري وأنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مراراً وتكراراً سؤال قبل ما طلع فاصل بقاء أو لا في صحيح البخاري أول حاجة الرسول قال لا تتحدث لا تكتبوا عني حتى لا تقلوهوني كما قلتم كما قلها عيسى بن مريم أيوة طبعاً وكمان حاجة تانية الخلفاء الراشدين الأربعة لم يكتبوا الحديث أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكتبوا الحديث البخاري عارفة البخاري اتولد سنة كم؟ اتولد سنة 194 هجرية يعني بعد وفاة النبي كاللسة بيبي بمية وثلاثين سنة بمية أربعة وتمانين سنة هو اتولد 194 تدارة التربية والتعليم اسمح لي أنقل على الدكتور خالد فاروق وهسألك سؤال مقطة صغيرة بس أي اجتيمة أي اجتيمة وأي سباب بقولوا بقولوا على تأليف هذه الكتب والمنسوبة للناس دي لكن أنا قلت أنه البخاري ومسلم وابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل والشافعي لا توجد مخطوطة بخط يد واحد فيهم يبقى هما غير معنيين بهذا الجنون اللي في هذا الكتب طب تفسيرك إن دي إسرائيليات تفسيرك إن دي نتسوس ونزلها على اليوتيوب ويقول إنه المستشار أحمد عبد المار بيقول على أئمة الأربعة مجانين الأئمة الأربعة اللي انت بتدرسهم مجانين إنما الأئمة الأربعة الأصليين اللي مفيش مخطوطة بخط إيدهم مش مجانين لازم نفرق ونعرف اللي في قدينا والمتيسر اللي متيسر إنه البخاري بيقول الاحتيال على الفتاه البكر الاحتيال على المرأة السيب عشان يجوزها ده بيتعلم في سنة كام ده سنة كام ده البخاري ده البخاري الجامعة ده في الجامعة بخاري طيب لكن نحن للقتي في عصر اسمه عصر عصر التيقن عصر التيقن اللي هو إيه إنه أنا أتيقن من كل شيء بيتقلي بيقولولي إنه يجوز يجوز إن البنت تتجوز ولو في المهد مكتوب الكلام ده في فتح البري في شرح سعيد بخاري في المهد في اللفة في اللفة يعني يعني يوعدوهم ببعض لا لا يتجوزها ولكن لا يطاها إلا أن تتحمل الوطن فإن كانت سمينة فإن كانت سمينة تتحمل الوطن فيجوز أن يطاها ده مكتوب كده بالألفاظ اللي أنا بقولها دي والكلام ده موجود للناس اللي هم الملتحين واللي بيحبوا أو البخاري المقدمة اللي اسمها هادي الساري في كتاب ابن حجر اللي هو فتح البري في شرح صحيح البخاري ده بالرغم من إن القرآن بيأمر بأخذ رأي البيت طبعاً طبعاً ده بيأمر مش كده بس يأمر بالبلوغ والرشد طبعاً القرآن بيأمر بالبلوغ والرشد إنما هم ملهمش تعبوا مش بس البلوغ والرشد أيضاً ملهمش تعبوا بالقرآن يا ربي إن القوم يتخذوا هذا القرآن مهجورة ولكن ما بيحسوش وهم بيخدوهم مهجور يعني هم لما بيفرقوا ما بين المسيح والمسلم ما أروش قول المولى عز وجل أو بين الكافر والمسلم بلاش المسيح الكافر ما أروش قول المولى عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تعيد عليه وتقصطوا إليهم وتديلوا حقه القصة دا يعني تديلوا حقه إن الله يحب المقصطين ما أروش المولى عز وجل اللي هو بيقول ودى كثير من أهل الكتاب عشان ما حدش يقول لي أصله يعني كلهم عايزين نبقى نصاره زيهم ويسمعه ربنا بيقول إيه ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعمل إحنا إيه بقى نقتلهم لا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله عليكم دا الإسلام دا الإسلام اللي إحنا عايزين للأظهر يدرسه ربنا سبحانه وتعالى وإن أحدا من المشركين استجارك فأجره شوف أسين وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كفارهم واحد جامعهم من الشباب اللي بيلحيدوا دلوقتي مثلا وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون رد عليهم ربنا قال لهم إيه قال له فاصفح عنهم وقل سلام أنا أقول لكم إيه حتفهمه أمتى الإسلام ما هو حضرتك بتقولي الولاد اللي بيكفروا النهاردة أنا بقول للمشايخ هتفهمه أمتى الإسلام أنا بقول للمشايخ اللي بيدرسه إنه أنا أضيق على المسيح في الطرقات اللي بيقول ما تعيدش الملتحي اللي عامل اللي فيها السلفي ويقول ما تعيدش عليه وما تعودوش إذا مرض وما تهنوش إذا فرح وما أشعارف ما تعملوش إذا إيه نهاردة بيقول لك المسيحي والمرأة مفسدة صغرة برد علي بالقرآن العلاج دخلوا في كل حاجة نقلوا العلاج وقالوا الطب النابوي إيه يا سيد الطب النابوي قال تشربوا للقبل مفيش أحسن منه وياريت لو كانزه وسائع وقال إنه الحبة السودة أيوة فيها ليه حبة البركة فيها شفاء من كل ده إلا السام إلا الموت يعني طب أنا يعني ما تروحوا تسجلوها للجماعة اللي دايخين على السرطان دول مش عارفين يعالجوه يقول لك أصلي فيه دكتور في ألمانيا على ناصية شارع مخالة برلين قال إنها عظيمة وهيلة وما فيش بعد كده يا سلام ولا فاهمين حاجة لا فاهمين العلم ولا فاهمين دين ولا فاهمين أي حاجة ما هو حضرتك لما مين اللي نقل لنا هذا كلام مين اللي نقل لحضرتك إنه فيه طب النابوي مين اللي نقل له لا أنا مش هسمع هم الفقهاء هم السبب هم السبب إن انتشر فقه فقه الحياة